أكيد ما كنت متوقعة أبداً بس بزيت الوقت اشتغلت كتير وحسيت حالي كتير كونفيدنت على المسرح بزيت الوقت فكان سوربريز كتير حلو كنت تقدر لساعدك أنك تربح اللقاب اليوم؟ الأخلاق والروح هي اللي تلاعد فيها المسرح أول شي وأكيد الجميل هاشتغل مع المسلبنان أول شي وخطوة خطوة رح ألا خليكي متل ما أنت متواضعة أنت تكتسب محبة العالم متل ما أنا كتسبتها لأيلي أنا مايا مسئولية لأيلي ومسئولية لأهله بإيدي بدي حس حالي أنه عم عرفها على الدنيا بس كمان بدي إحميها من السوشيال ميديا وإحميها من أي شيء ممكن إزياء وإزياء شخصيتها أنا مجدداً جداً بأعتقد أن ريما مسلي بناله ورأيلي مجدداً جداً جداً أنا مجدداً أن نكون قدادة بالدنيا وكيف أستمرات بكريمرة لديك في سعادة، لن أتراكم في تايلاند نريد أن نكون أتحالكم ولكنوا طبيعيّة لا يكونوا متعلقات في الناس ويقولون بأيلي أن يكون لديك شخصيتها رسالتي هي أن تكون على طبيعتها لن تحبها مثل ما هي وتتقبلها من الأولة لن يوجد أيضاً من أجل شخصي بدي إلا أنه أنت اليوم ما فشلت أنت بس خسرت محطة بس هيدا ما بتوقف هون الحياة بتكفي وهيدا اليوم أنت استفدت واختبرت وتعلمت ويالي جاي بعد أحسن أنا مش هارفني كون من عيلة ملكة جمال لبنان هيدا العيلة اللي أنا مبسوطة أنه اليوم عم نحافظ علي بهيدا الحدث اللي هو عالمي برأيي بإلا كوني واسقة من حالك كتير ما تحبطي وما تخلي حدا أبدا يوطيلك معنوياتي السنة بتمرو قطير بسرعة وهي بتتذكرها بس تخلص ولها تنبست وتخلي عندها سوفينير حلو وأنها بدأتش تكون تحت ستراس معي أول سنة هي أهون سنت بعدين هيك بيجي أنه يا أنت حب العالم تضل تشوفيك تضل تعرف جديدك يا أنه هيك خلص بتنسي هيدا الشي بتقولي سنة وما رأيت فأنا بدي أتمنى لها أنه بهيدا السنة تنبست كتير بدي أتمنى لها التوفيق ببرات لبناني بمسيونيورس هيدا السنة أنا بدي أقدم دعم لكل بنات والمسل رح تطلع ونكون وراها لأنه بعرف شو يعني الواحد ينقذي من الكلمة البشعة بدي أقل لأنه نحنا كلنا وراك وحديك لتقدر تحقق الرسالة اللي أنت رح تكوني حاملتها هالسنة تجربة أبدا ما النهينة فبعرف اليوم البنات شو حاسين خصوصا على المسرح يعني قلبهم حيكون عم يطرق مليون لأنه أنا كنت حاسي نفس الشي بس اليوم البنت اللي حتفوز حياتها حتتغير للأحسن أنا أكيدة بس ما حتكون هنا أبدا لازم تحمل قديتها بقوة ولازم أدمى فيها بهالسنة اللي هي حتكون ملكة جميل لبنان تعمل أدمى فيها لبلدها وتمثل بلدها بالعالمين يوم فعلا هيدا حدث كتير مهم بتاريخ لبنان لأنه للأسف من السنين لهلأ ما بقى سمعنا بملكة جميل لبنان صار الموضوع ما بيتعدى يوم الانتخاب يهمني يكونوا اليوم هون اللي حتا أدعم هالإفن مال كتير مهم لأنا بعتبروا أنه عم بحط لبنان على خارطة الجميل العالمية ترجمة نانسي قنقر